ذات يوم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فالقلوب نوعان قلب غني وقلب فقير وإذا كان الغنى في مقاييس الناس ينشأ عن كثرة ما عند العبد من الدنيا بحيث لا يحتاج معه لغيره والفقر ينشأ عن قلة ما عند العبد فيرى نفسه محتاجا لما ليس في يده فإن الغنى في معيار الشريعة لا يتعلق بالأعيان التي يمتلكها الناس وإنما يتعلق بشعور القلب بأن ما رزقه الله تعالى فيه الكفاية والغنى فيكون الإنسان غانيا رغم قلة ذات اليد أو شعور القلب بالحاجة والفاقة لما في أيدي الناس فيكون الإنسان فقيرا وإن كانت معه الدنيا بحذافيرها فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب فكيف يشعر القلب بالغنى؟ أولا الاستغناء بالله عمن سواه والثقة فيما عنده لا فيما عند العبد من متاع فكلما كان افتقار العبد إلى الله أعظم كان الغنى في قلبه أتم ليقينه أن معه الغني الذي لا تفنى خزائنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالغنى ثانيا استكتار نعم الله أي رؤيتها بعين الاستكتار وأنها لا تعد ولا تحصى وأن العبد لا يستحق هذه النعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ثالثا الرضا برزق الله وحكمته في عطائه ومنعه فإن الله لا يمنع عبده بخلا وإنما يمنعه رحمة منه ولطفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وكم من مؤمن يمنع الله عنه شيئا من الدنيا يحميه منها ويصرف عنه شرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه ترجمة نانسي قنقر